الخبره اوا qualité عن يارمار و�wormا نتاكت المشاهر و كيشط فحقيقتها كل اسراء فمنتاك هذا المقطع على قناة و يوتيوب و هذا المقطع ياشاك التفتل one كل حقيق يارمار كل الشيء اللي قادن تسويها قتعدكم هذا المقطع بلصفاء منه بكل Pamukulu راح تقشى شافون حقيقة بالكامل وبنسبة مقطع يارمار كيشف حقيقة ان ليس لك انه اسم هى حقيقة مو يارمار و هش يود الشيء還 أقول ان ه halt E participants و مريم فالت Lindsay وما نزل هذا المقطع على القناة باليوتيوب بهذا المقطع هيك يشوف بهذا الحقق بهذه اللقطة راح اضعكم اياها شوفوها موالا اه موالا لا 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 راح للا اسمي حقيقي موالا وغيرته لأني فتاع سهل ميت اسمي حقيقي موالا فاكتبوني يا حبابي وميتشاركوا بذلك الخبر وطمع نتلسوا الرابط بالوصف راح شوفوه شوفوا الحققات الكاملة الخبر ثاني اللي عادنا على المفاجأة لليوتيوبر فاول يوتيوبر عادنا هو محمد جواني فجواني زعل حسابه بالانستجرام شوية اسطوريات وبهذه الاسطوريات اعلمي خلال انه اليوم راح ينزل مقطع القناة باليوتيوب وحسب ما يقولون هذا المقطع هتعيده اكثر من المرة للمقطع كلش خرافي ويقول انه هو قاعد حساسي بيبع شخص نعرفهم اللي هو اتوقع انسو بيسترح تقوم الاسطوريات شوفوها وعد مني راح تشوف الفيديو اربع وخمس مرات وتضحك ان الناس اللي مستلموا بالفيديو هاد بتعرفون كتير مني واستنوا واستنوا اوما اليوتيوبر ثالي عادة فهي هايلا تيفي فهي اللي نزلت هذا المقطع القناة باليوتيوب وهذا المقطع كيشف بي حققات الزواجها وهذا المقطع هي ردة هل هي اتزوجت في هذي هي السبب تركت اليوتيوب فحسب ردة لله هي ما اتزوجت باربع سنين اللي فاتت ولكنها اتزوجت من كم شهر بس وسأترك اليوتيوب من شاء السبب الزواج احطوكم الاسطوريات شوفوها اللي عم بنسأله من اول ما رجعت على اليوتيوب كاي للكومنس عم بتكون تزوجتي تركتي اليوتيوب لانك تزوجتي هل هذا هو السبب الحقيقي؟ انا ما تزوجت ماذا؟ انا ما تركت اليوتيوب لاتزوج ولا اتزوجت باخر اربع سنين متل ما بعض الناس قالوا زواجي صار من كم شهر انا ما تزوجت ما تركت الحلالة اتزوج فما كانوا الموضوعين مرتبطين ببعض ابدا هل رح تطلعي زوجك باليوتيوب وتعملوا قنات سموه عيلة هيلا هو هي عندي خبر رح اعلون عنه اول ما نوصل 15 مليون مشترك على قناتنا فكتير كتير قربنا كتير متحسلها اللي جاي فخلينا نوصل باسرع وقت الخبر الثالث اللي عدي عن أنس شيب والفضيحة اللي انتشرت لب التيك توك ميتشهر مقطع لأشايب اللي هو قاعد يساويبه مكياج قاد يحط أدلسات ومدري شنو ويقول لان انت صاير أميرا رطيكم هذا المقطع شوفوا شن رحط لنسج حمس الشايف يا خير هايو فيديو مباشر يا عمي مش مباشر بس حبت صوركوية والله ما في كيوتي فالله ما في كيوتي ففي منحبه بالكومتات هاني صدر بتمنشوفوه وتوقعون هذا الشي عادي من أنس الشايف الخبر الرابع اللي عادنا عن كشف حقيقة قمر مار ووفاة أبوها فكشفت هذا الحقيقة عنها بالبقطع اللي نزل من بارحها نور مار بتحديدة من دقيقة ستة وعشرين نور مار صار يقول انه أبو قمر مار ميت طبعا الله رحمه يا رب رحط لكم الأقطع شوف مبعا في الأسؤال لا خبت صدر يخرج شيء منه كنا عم نحكي انه انه ما في حدا هون هاليوم ميتين غير أبو عبر ووصنا لهون بعدها الله نكمل الساعة التانية كنا صارتين عم نحكي مونساعة يعني عشر دائم فلتس اولي يا حبايب ان ترحمون عليه بالكومتات والله يرحمه ويغفر لي يا رب الخبر الخامس اللي عاد مع غيث ماروان وقرر انه يضم شخص جديد للفريق وغيث ماروان نزعل سبب الانستجرام شوية ستوريات وهذه الستوريات صارقوا بهذا الكلام وانه هذا الشخص اللي يريد يضمها هي بنيا ولكنها رافض وتنضم للفريق لانه خافي من المتابعي مع غيث ماروان انه يتهجمون عليها وشو يصار يستاذيب نورستارز وطبع حسب تحريات اللي متأكد منها مليار بالمئة انه البنية يريد يضمها هي اسمها ديانا طبعا هاي اثبات هتكيشف هذا الشي وطبع هذي البنية عادة قناة في يوتيوبي هالفين ومشترك وحسب الانستجرام بيس خمسة وستينيين في مشترك وما يكيشف هذا الشي منه هاي اشياء دلائل ولمنهم هذي السوري قال هذي الكفر هي مال هذي البنية وهي البنية كانت تطلع بالسور للمسها هذي الكفر وكانت قاعدة ويهم الحفلة وما كانت راحي لها وكوصبر هي قد يقولوها انه نضم الفريق قاعدة مروان ولكن شويش خاص قاعدين عرضوا هذي الفكرة انه هي نوعا ما لبسها غير لاق ايكون نحطكم الاسطوريات تشوفوها وشاركم هل تتمنوا تتضم الفريق قاعدة البنت او لا بارتشال القروب خيء وعدت هاي عراسيو النايم نصها كان فيه تكميل الى هاي الضو المهم بيحكيكم موضوع جدا مهم والهو انه فيه شخص جديد صلي فترة عادة عب حاول مش شخص شخصة بس مرة دية خايفي منوضوع ليش لان قالت انه المهم بيحكيكم موضوع جدا مهم والهو انه فيه شخص جديد صلي فترة عادة عب حاول مش شخص شخصة بس مرة دية خايفي منوضوع ليش لان قالت انه انه حسيفي حكي انه انه هاي شعب تعمل انه مش من الشله وابس قلت لا لا طيب لبالك الناس عندنا غير الناس عندنا الفولورس حايل مش تبيهي عن جد نحكي بصراحية خايفة من انه موضوع يصير هجوم علي بشكل غير انه شي جديد انه فجأة هيك اوه مين هاي يصير هجوم فعرف فهمه لا الموضوع يكون جدا طبيعي وجدا حلو بالعكس الناس هيحبوا شخصيتك فالمهم ما رد تقتل واضح انه فاشل بالاقناع بس هروح لعنده هلأ وحصور السوريز بصباح تظلع من هي هنشوف انتو الحالكم يعني ممكن انتو تقنعوها اللي عرف من هي يفوت تروح يقنعها هنشوفوا انا حاليا بالطريق اللي عنده اوكي بس بما انه انتو عشتر مني بالاقناع فكتبولي بالاقناع فكتبولي بالاقناع اول ما تدخل مسلا شو قول بعدين مسلا بعد شوي شو قول انتو كتبولي اشياء اوكي انا هحاولولا بحياط الله ما حد يقل لي انه ده انك هلو لا لا الكلام لا اقتنعي يلا 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 بلا يلا اوكي شوفي انا فاشل بالاقناع بس لازم تقتنعي حبيبي هاتم ما حدقتنعي ابدا الكفر حلو لا ليش? طب ليش بس تصرفات? احكي حكي. طب خلص هاده هاده مشان يقنعك. والله. اي 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 اي. ما قدرت احكي كمان. شوفي حكي حكي عن جد منطقي اوكي? هلأ بالشلة. ما في غير. ما في غيرك. ما في غير سارة. طب مو حرام انا اوكي. المسكيني صار طلبتش معنا يا بنات. الذهاب عليها يدخل معي. انا لابد ماضحك. والله حرام. مشانع. كنت عم بابل الابطلات لبنات ما عجبت. شوفي بدلها بتفوت على شوس وبدور على بنات. لأ نجد كرمال صارف. ما شو? اهى عالي صوت كمان شو. لا ماذا ماذا. وبس ان شرط المقطع حبايب بغط ايا رمار بالوصف اتمنى من كل روح يشوفها. وبس جانكم فيه زي ما قد مملك القصص و مع السلام. شكرا